اشتركوا في القناة ما فعلتم لان ذلك يكون في مصلحة الفقير والمسكين واليتيم بمعنى ندي مثال بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم لو لقيت مثلا انسان فقير في الشارع لبسه متقطع عايز يجيب له طقم كامل ما قدرش يجيبه له على حسابي او مطلع خمسين جنيه مثلا او عشرين جنيه اي حاجة فقول يا جماعة الخير الله يبارب فيكم يعني لو نساعد راجل ده عشان يجيب طقم ربنا يبارب فيكم ادي عشرين مني تاني يقول له ودي عشرة مني وتالي يقول له ودي خمسين هكذا جمعنا المبلغ خدنا من ايديه جبنا له لبس لبسناه له خلاص الحمد لله يبقى ايه يبقى نعمة ما فعلتم لما دعيتم الى الصدقة علانية بس بشرط ان انتو تأمنوا على انفسكم من الرياء تمام لان ده بيصب في مصلحة الفقير طيب وثم قال بعدها جل وعلا وان تخفوها لو تخفو الصدق بقى وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم الله اكبر ليه لانه ابعد عن الرياء لأ وفي مصلحة تانية والله برضو للفقير ليه ايه انه ابعد عن المزلة للفقير بمعنى انا لو وديت الفقير الصدقة بيني وبينه اخفيت الصدقة محدش شايفني تمام وديت الصدقة بيني وبينه وياريت لما تدي الفقير الصدقة ما تدهلوش كده انما تدهلو كده ليه عشان اليد العليا خير من اليد السفلة فتحسسوا ان هو اليد العليا مش انت للياد العليا يبقى ده نعم من الإكرام للفقير طيب اديت الفقير من غير ما حد يشوفك حصر كده نعم الإحسان الإحسان الأولاني أنت اديت الصدقة والإحسان الثاني أنت أخفيت الصدقة فما تسببت في مزلة ذلك الفقير الله أكبر شفت المعنى الجميل يعني ولذلك حبيبي ربنا يبارف فيكم دي نصحت لكل من يعمل في أي عمل خيري أرجو من إخواني وأخواتي الله يحفظكم ويبارف فيكم يا رب العالمين أنتوا لما تساعدوا حد بلاش تصوروه لأن التصوير ده أحيانا هو يعني في بعض الأماكن يقولوا التصوير إما ما فيش فلوس وخبالك على أساس أنه هو لما بتصور ده بيساعد على تنشيط المكان وكده لكن رجاء خليها براحة الإنسان ده لأن أنت لو أكبرت على التصوير قد يكون فيها مزلة لهذا الإنسان وقد يكون الإنسان ده عزيزة قوم من زل يعني من عيلة كبيرة لكنه افتقر عيازا بالله ومحتاج الصدقة فلما تعطيه وتصوره أنت بتزله وبتفضحه قدام عيلته قدام أصدقاءه قدام جيرانه قدام أريبه قدام زميله فما فيش داعي لهذا الأمر بالله عليكم حاولوا أن الموضوع ده ما يكونش موجود وخلوا الصدقة خالصة لوجه الله وربنا قادر يعوضكم ويرسل لكم من يدعمكم بفضل الله سبحانه وتعالى دون تصوير ودون أي شيء ودون هدك أو هدك لستر المسلمين أسأل الله عز وجل أن يستركم في الدنيا الأخيرة وصلى الله عن نبينا محمد وعلى أليه وصحبه وسلم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته